نعم يعني صلاح هذه هي زيارة المرتقبة من قبل الجانب الفرنسي وبالإضافة إلى ذلك الشعب اللبناني الذي ينتظر هذه الزيارة بفارغ الصبر بعدما انتشكلت الحكومة التي يعني ثلاثة أشهر من التأخير ومن المناورات الآن اليوم تم تشكيل الحكومة مثل عشر من سبتمبر واليوم نجيب مقاطي رئيس الوزراء اللبناني سيصل طبعا حوالي الساعة الواحدة والربع وسيكون هناك غداء عمل في حوالي الساعة الواحدة وعشرون دقيقة بعدها سوف سيكون هناك أيضا يعني مؤتمر صحفي سيجمع كل من رئيس إيمانويل ماكرون إضافة إلى ذلك الرئيس الوزراء نجيب مقاطي اللبناني لأول مرة هنا في زيارة في باريس بعد تشكيل الحكومة التي كانت قد تعصرت خلال ثلاثة أشهر الماضية طبعا الخطوات اليوم الأساسية التي سيطلب الإليزي يعني أو الدبلوماسية الفرنسية من الجانب اللبناني بعد تحقيق هذا الشرط الأول وهو يعني أولى الخطوات في خارطة الطريق التي وضعها إيمانويل ماكرون خلال الفترة الماضية من أيلول يعني سبتمبر عام 2020 بعد حدوث حادثة التفجير في مرفأ بيروت كان هناك خارطة الطريق ومبادرة فرنسية اليوم يعني دعنا نقول صلاح أن هذه هي أول ثمار هذه الخطوة هي تشكيل الحكومة طبعا الحكومة الفرنسية أو الدبلوماسية الفرنسية ذكرت أنه لن يكون هناك أي مساعدات دون أن يكون هناك أجراءات هنا السؤال بلقيس يعني هل سنلمس من هذه الزيارة مساعدات على أرض الواقع خاصة بعد تشكيل الحكومة اللبنانية بالطبع هي ستفتح المجال من أجل تفتح التمويلات وقنوات من أجل يعني مساعدة الآن يعني لبنان في أزمتها الاقتصادية ويعني فرنسا وضع ثقلها السياسي والأخلاقي وحتى الاقتصادي والمالي من أجل دعم البنية التحتية لعل أبرز شيء سيكون اليوم هو مكافحة الفساد هو سيكون على قائمة الإصلاحات التي سيطلبها الرئيس إمانويل ماكرون من نجيب ميقاتي إضافة إلى ذلك سنأتي بعد ذلك إلى الإصلاحات أخرى من خلال البنية التحتية السياسية والاقتصادية أيضا يعني فرنسا تحاول أيضا مساعدة لبنان ووضع الاقتصادي امتنعت فيما سابق ليس فقط لبنان المجتمع الدولي امتنع أيضا عن إعطاء أي مساعدات مالية إذا لم يتم اتخاذ خطوات جدية من قبل الحكومة تشكيل حكومة أو من قبل المسؤولين السياسيين الذين يعني الآن النخب السياسية اللبنانية هي متهمة بتعسير تشكيل الحكومة وبالتالي أيضا نهب أموال الشعب اللبناني وبالتالي فإن هذه الخطوات يعني ذكرت الدبلوماسية الفرنسية بعض المحللين يقول أن فرنسا لن تعطي شكا أبيض أو توقع شكا أبيض لأموال يمكن تقديمها للبنان دون أن يكون هناك خطوات أو إجراءات ملموسة اليوم سيكون هناك وضع تدابير وإجراءات خلال الفترة المقبلة خلال الأشهر المقبلة من أجل البحث كيف سيتم يعني إجراء هذا هذه الإصلاحات على أرض الواقع وسيكون هناك جدوى الزماني لأذهب إلى بيروت نعم